ألف و أربع مئة عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيك شملهم ولم يتبقى لنا شمل بتدمير أوطانهم ولم يتبقى لنا أوطان بسبب نسائهم ولم تسبى إلا نساء المسلمين ألف و أربع مئة عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين ألف و أربع مئة عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين أيتها الأمة النائمة إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الضرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة والكلب الأسود وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربة وإرضاء الكبير ووداع الزوجة الميتة وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة أيتها الأمة النائمة ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجمي خيرا ولن نكسب الرهام ترجمة نانسي قنقر